أثار الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية قضب واستياء العراقيين الذين يعانون أصلاً من البطالة التي بلغت نسبتها نحو 40% في بلد يعاني ثلث سكانه من الفقر الحكومة الحالية لم تتخذ إجراءات حقيقية وحازمة لتأمين الخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية التي ينبغي أن تكون ضمن خططها المهمة هذا إن كان لها خطط لتأمين قوت الشعب في ظل متغيرات سياسية واقتصادية تمر بها المنطقة بينما أشارت غرفة دجارة بغداد إلى أن الأسعار ما زالت في تزايد مستمر في ظل عدم وجود ضوابط حكومية تحدد أسعار المواد الغذائية وغيرها فيما استنكر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية سياسة التجويع والإفقار ضد الشعب العراقي التي تتبعها أحزاب السلطة في ظل موجة الغلاء التي تضرب البلاد فضلا عن انتشار المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات والأحزاب الطائفية لنهب الموارد وفرض الأتوات العراق يشهد حالة من الغضب الشعبي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتي يحاول المسؤولون الحكوميون تبريرها بالحرب في أوكرانيا بحسب صحيفة الأمن الدولي الإيطالية فيما اتهم المتظاهرون الحكومة الحالية بافتعال الأزمات وعدم الجدية في إيجاد حلول ناجعة لأزمة ارتفاع الأسعار الأزمات التي يمر بها العراق ومنها ارتفاع الأسعار لم تكن وليدة الأحداث التي تجري الآن فقط فالحكومات المتعاقبة لم تدعم المنتج المحلي وقطاع الزراعة والصناعة ولم تقم بتأهيل المعامل والمصانع المحلية وليس من أولوياتها أن تهتم بالبنى التحتية والاقتصادية للبلد وما يحدث اليوم هو نتيجة طبيعية لأخطاء مستمرة منذ احتلال العراق في 2003 وثلاثة ترجمة نانسي قنقر